بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ على بركة الله تعالى دراسة الوحدة التاسعة في مقرر طرق تدريس اللغة العربية عنوان هذه الوحدة طرق تدريس الخط والإملاء وكالعادة فإننا نبدأ كل وحدة بسؤال أساسي يتعلق بالموضوعات الأساسية التي نتناولها بالمناقشة والدراسة في هذه الوحدة الموضوع الأساسي لهذه الوحدة مهارة الخط والإملاء نتناول لدراسة هذا الموضوع ما يلي أولا مفهوم الخط والإملاء ثانيا أهمية تدريس قواعد الخط والإملاء ثالثا مراحل تدريس الخط العربي رابعا استراتيجيات تدريس الخط العربي خامسا مهارات الإملاء العربي سادسا قواعد الإملاء العربي سابعا استراتيجيات تدريس الإملاء العربي دعونا نبدأ أولا بمناقشة مفهوم الإملاء ماذا يعني مصطلح الإملاء؟ إن مصطلح الإملاء يشير إلى القدرة على رسم الحروف والكلمات رسما صحيحا يتفق مع قواعد اللغة ويراعي أعرافها الكتابية وعلى هذا فإن وظيفة الإملاء الأساسية تتمثل في إعطاء صور بصرية للكلمات يمكن للقارئ أن يتعرف إليها وأن يفهمها وتبدو أهمية الإملاء في هذا السياق في أنها أداة مهمة لصحة التعبير الكتابي على هذا الأساس فإن الهدف من تدريس الإملاء يتمثل في تدريب المتعلمين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على رسم الحروف والكلمات رسما صحيحا مع زيادة العناية بالكلمات التي يكثر فيها الخطأ عند الكتابة وتركيز التدريب على جودة الخط مع تعويض كل تلميذ الدقة والنظام والنظافة والكتابة بسرعة ترجمة نانسي قنقر